رحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف الثاني ثاني وعده في مدارس السابلة اليوم وضعنا في الرياضيات التجارب العشوائية لكن لقي نقطة من الدرس السابق لهو بالتوافق خلينا نخذها ثم نبدأ بالتجارب العشائية الآن لو أخذنا مثلا لو قلت جد قيمة سبع فوق اثنين وقيمة سبع فوق خمسة رايحين نلاحظ أنه سبع فوق خمسة تساوي سبع فوق اثنين وليه في كل الطرفين تساوي واحد وعشرين شو العلاقة بينهن اللي أخذنا الخمسة الخمسة بنقدر نكتبها سبع ناقص اثنين وكذلك اثنين بنقدر نكتبها سبع فوق خمسة يعني اللي هو الفرق بينهم بشكل العام بقدر أكتب أنه نون فوق را يساوي نون فوق نون ناقص را أو ممكن أصيغه بأسلوب آخر هو بكون أسل شوية للاستخدام أنه إذا كان نون فوق را مثلا يساوي نون فوق ميم فإن را تساوي ميم أو را تساوي نون ناقص ميم مثلا أو مثال مثلا قال لي عشرة فوق را أو فوق اثنين را تساوي عشرة فوق ستة مثلا في الحالة هاي قال لي جيد قيمة را أقول إما اثنين را تساوي ستة ومنها را تساوي ثلاث أو اثنين را تساوي عشرة ناقص ستة وتساوي أربعة إذن را تساوي اثنين مثال آخر إذا كان مثلا قال لي ثمانية فوق اثنين ستة ناقص واحد تساوي ثمانية فوق ثمانية فوق خمسة أو قال لي ما قيم ستة الحالة هاي بقول إما اثنين سين ناقص واحد تساوي خمسة ومنها اثنين سين تساوي ستة إذن سين تساوي ثلاث أو اثنين سين ناقص واحد تساوي ثمانية ناقص خمسة وتساوي ثلاث إذن اثنين سين تساوي أربعة ومنها سين تساوي اثنين هذه اللي هي ظلت علينا النقطة من الدرس السابق ونرجو الاهتمام بها لأنه بيجي عليها أسئلة الآن ندخل في موضوعنا اللي هو درس اليوم في التجارب العشوائية تجربة العشوائية هي أن التجارب نمعين في الواقع تجربة علمية اللي هم يكونوا عارفين نتيجتنا مسبقا مثلا درجة غليان الماء على مئة درجة المعادلات الكيميائية شو نتائجها نكون عارفينها مسبقا هي بسميها تجارب علمية تجربة العشوائية هي التجربة الغير معروفة النتائج مسبقا مثل القاء حجر نرد قطعة نقود مثلا عائلة لديها أطفال توقع شو ممكن يكون ذكور أو ممكن طبعا دون المعرفة أو ناث مثلا لما ألقي أنا قطعة نقد شو بتيجي يا أم مصورة النتائج المتوقعة يا صورة يا كتابة هاي النتيجة اللي هي صورة وكتابة اللي هي بسميها الفضاء العيني مثلا لما ألقي حجر نرد شو بتيجي الأوجه من واحد إلى ستة من واحد إلى ستة هذا بسميه الفضاء العيني الآن بالنسبة للتجارب العشوائية دائما بنربط نتائجها باقتران يعني ترتبط نتائج التجربة العشوائية باقتران بنسميه المتغير العشوائي وهذا المتغير العشوائي هو اقتران من الفضاء العيني للتجربة إلى مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية ونستخدم عادة في يرمز له مثلا سين صاد عين من أية رمز إلى آخره هسا هنا بالنسبة للفضاء العيني احنا بهمنا اللي هي القيم إذا كانت محدودة واللي هو بسميه متغير عشوائي منفصل إذا كانت قيم قيم المتغير العشوائي قابلة للعدد يسمى متغير عشوائي منفصل مثلا أنا لما أرمي حجر نرد أو مثلا هذا ما من واحد اثنين ثلاثة إلى ستة هذه القيم مثلا محدودة مثلا لما أقول العائلة لديها طفل شو هذا الطفل ممكن يكون ضكر وممكن يكون أنثى إلى آخره هذه اللي إذا كانت القيم قابلة للعدد بسميه متغير عشوائي منفصل واللي هو بنرمز له بأي رمز مثل سين نأخذ بعض الأمثلة مثلا ونشوف كيف نطلع المتغير العشوائي في عنا إذا أخذنا الاحتمال طبعا ما مر معنا الاحتمال الاحتمال اللي هو عدد ظهور القيم على عددها الكلي مثلا نشوف من خلال الأمثلة مثلا لو قل إذا دل المتغير العشوائي سين على عدد مرات ظهور الصورة أو الكتابة الصورة أخذنا نقول عند إلقاء ثلاثة قطع نقود مرة واحدة أوجد القيم أوجد أولا القيم التي يأخذها المتغير العشوائي سين اثنين أوجد جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي سين أسنين بنشوف شو معنى جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي سين من خلال الأمثلة بنوضح شو هو جدول التوزيع الاحتمالي الآن لو جينا عملنا جدول بنتائج اللي نسمي كيف نوجد الفضاء العيني لهذه التجربة الآن أول شيء اللي هو قيم المتغير العشوائي سين قيم سين لما أرمي أنا قطعة نقود ثلاث مرات أو ثلاث فطع مرة واحدة كم مرة ممكن تظهر فيها الصورة الصورة ممكن ما تظهر ولا مرة فبقول عدد مرات الظهور سفر وممكن تظهر مرة وممكن تظهر مرتين وممكن تظهر ثلاث مرات هسا لو قل لي السؤال قاء قطعة ثلاث مرات أو القاء ثلاث قطعة مرة واحدة نفس المعنى الآن بنعمل هذه بسميها قيم المتغير العشوائي سين اللي هي قابلة للعد يعني سفر وواحد واثنين وثلاث فبسميه متغير عشوائي منفصل اما اذا كان غير قابل للعد بسميه متصل او اللي هو باخذ الى المالة نهاية ما نستطيع ان وجده او غير قابل للعد اهنا موضوعنا في المنفصل الان بعمل جدول بالشكل التالي بحط هنا مثلا قطعة قطعتين او قطعتين وهي هان قطعة شو القطعتين ممكن يكون اما الاول صورة الثاني صورة او الاول صورة والثاني كتابة او الاول كتابة والثاني صورة او اثنتين كتابة الان بالنسبة للقطعة اما صورة او كتابة قطعة الواحدة اذا صار عندي هيك هذا اللي هو بسميه الفضاء العيني صار عندي صورة 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 يعني الاولى صورة والثاني صورة والثالثة صورة الوجه الاول صورة صورة كتابة وصورة كتابة صورة كتابة صورة انا عفوا انا نمسحها هاي عندي عندي هيك صورة كتابة صورة او صورة كتابة كتابة سم نرجع من اكتبها بس ان شاء صورة كتابة 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 صورة صورة كتابة صورة كتابة وكتابة كتابة صورة وكتابة كتابة كتابة هذه صورة كتابة صورة صورة كتابة صورة انا نعلمها لما يكون صفر احتمال 90 اللي هو عدد مرات ظهور الصورة على عدد عناصر الفضاء العيني شو عناصر الفضاء العيني هاي عندك هاي اربعة واربعة اللي هي قديش ثمانية فعدد عناصر الفضاء العيني اللي هو ابن الرمز بالرمز اوميغا يساوي ثمانية الآن الاحتمال لما يكون صفر يعني شو بدا تكون اما يعني ما فيش ولا صورة اللي شو بدا تكون كتابة 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 يعني ما ظهرتش الصورة ولا مرة فعددها واحد هاي واحد على عدد عناصر الفضاء العيني اللي هي ثمانية فبصير واحد على ثمانية الآن احتمال ظهور صورة فقط صورة واحدة فقط هاي هنا مثلا ثلاثة هنا ثنتين هنا ثنتين هنا صورة واحدة فقط يعني لو رمزنا لها بهذا الرمز مثلا هيك حطينا اكس هاي فيها صورة واحدة هاي برضو فيها صورة واحدة هاي فيها صورة واحدة يعني لما يكون صورة واحدة يديش بدي يكون عندك الاحتمال اللي هو ثلاثة على ثمانية الآن احتمال صورتين صورتين فقط هاي وحدة وهاي وحدة هاي ثنتين وهاي وحدة هاي ثلاث فقط ثلاثة برضو هاي ثلاثة على ثمانية الثلاثة صور اللي هي وحدة هايها ثلاثة صور واحد على ثمانية هذا بسميه جدول التوزيع الاحتمالي جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي سين اللي هو يعني بمثل قيم سين واحتمالاتها هذا بسميه جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي سين الآن ممكن كتابته بالشكل التالي على شكل مجموعة اللي هو بسميه التوزيع الاحتمالي التوزيع الاحتمالي ممكن اكتبع على شكل ازواج مرتب سفر وثمن وواحد وثلاث أثمان واثنين وثلاث أثمان وثلاث أثمان وثلاث أثمان هذا بسميه التوزيع الاحتمالي والجدول بسميه جدول التوزيع الاحتمالي يعني إذا وضعنا على شكل مجموعة بسميها التوزيع الاحتمالي الآن لو جينا نوجد مجموع احتمال سين را هذه مجموعة احتمال سين را لاحظ يساوي ثمن زائد ثلاث أثمان زائد ثلاث أثمان زائد ثمن والتي تساوي واحد وثلاث أربعة وثلاث سبعة واحد ثمانية ثمانية والتي تساوي واحد إذا كان مجموع احتمال سين را يساوي واحد يسمى هذا الاقتران اقتران احتمال للمتغير العشوائي سين را يعني احتمال سين را اللي هو بسميه اقتران احتمال للمتغير العشوائي سين را يعني دائما مجموع احتمال سين را في جده للتوزيع الاحتمالي أو في التوزيع الاحتمالي يساوي واحد وهذا ممكن برد عليها السؤال مثلا قال لي هيك إذا كان جدول التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي مثل سين عادة الرمز دمان سين بس لو رمزت له صاد أو عين أو أي رمز عادي معطى بالشكل مثلا بعطين هيك هاي سين را واحتمال سين را أعطاني مثلا صفر هاي واحد هاي اثنين ثلاثة بالعشرة و جيم و نص وقال لي ما قيمة جيم ما قيمة جيم طبعا بيكون مجموعة احتمال سين را يساوي واحد بيكون مجموعة احتمال سين را يساوي واحد إذن ثلاثة عشر زائد جيم زائد نص يساوي واحد و منها ثلاثة عشر و همس عشر ثمان عشر فبسير جيم تساوي واحد ناقص ثمان عشر وتساوي اثنين بالعشرة طبعا ممكن يحط نفس القيمة يحطها على شكل ايش مجموعة يعني يقول لي مثلا هيك التوزيع الاحتمالي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي صاد يساوي اعطاني هيك مثلا اي قيم مثلا صفر و عشر و واحد و ثلاثة عشر و اثنين و ثلاثة ألف يقول لي ما قيمة ألف اي ما قيمة ألف وحط اللي هو العشر زائد ثلاثة عشر زائد ثلاثة ألف تساوي واحد اذا منها ان ثلاثة ألف بدأ تساوي واحد ناقص اي اربع عشر و ثلاثة عشر ما نكتفي بهذا القدر انه النبه انه دائما الاحتمال يقع بين صفر و واحد يعني دائما احتمال سين را اكبر او يساوي صفر واقل او يساوي واحد لا يجوز انه يتعدى هذول النقطتين بكون معنا واجب واجب سؤال واحد صفحة ميتين وخمسة واربعين مع تحياتي لكم وتمنيا لكم النجاح وتسجيل الحصة على ورقة للاستفادة والسلام عليكم